ايها سيدات وسادة اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من المنبر السوري والذي نتابع فيه رسائل مباشرة وغير مباشرة بين دمسق والقاهرة ماذا تخبئ المحروسة للأزمة السورية روسيا تزحف الى سوريا برا وجوا وبحرا من هو عدوها وماذا تريد المدن السورية تستغيث جوعا وفقرا وحكومة الحلق لا حول لها ولا قوة بين القاهرة ودمشق رسائل مباشرة وغير مباشرة توحي للمحللين والمراقبين والسياسيين بمفاجآت في علاقات البلدين قد تطفوا على السطح قريبة فبحسب صحيفة الاخبار اللبنانية المقربة من حزب الله زار علي مملوك رئيس المكتب الامن القومي مع وفد امني كبير القاهرة قادما من دمشق التقوا خلالها بمسؤولين امنيين ثم توجت الزيارة بلقاء غير معلن بين علي مملوك والرئيس المصري عب فتاح سيسي تزامن مع مرونة مصرية في تعاطي وسائل اعلام مع شخصيات سورية رسمية على رأس يوليد المعلم هي بعض من تواصل ملغز يحدث مؤخرا بين البلدين سنحاول تسليط ضوء عليهم مع ضيوفنا في ملفنا الاول من المنبر السورية وفد امني سوري يزهر القاهرة لبحث سبل التعاون مع مصر في مكافحة الارهاب مجرد خبر عابر تنقلته وسائل الاعلام على خجل واختفى ليترك المحللين يبحثون في اسبابه وابعاده الزيارة جاءت بعد تقارب مصري روسي تمثل في مناسبات عدة كان اخرها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش معرض ديماكس العسكري نهاية الشهر الماضي الرئيس السوري بشار الاسد في حديث تلفزيوني اكد ان العلاقات بين دمشق والقاهرة لم تنقطع حتى في عهد الرئيس الاخواني محمد مرسي على حد وصف الاسد وهو معتبرهم مراقبون حينها اعلان صريح من الاسد بقبول اية مبادرة مصرية على خط الازمة السورية اذا ما كان ذلك يجول في خاطر الحكومة المصرية فعلا لا شك بان العلاقة بين سوريا ومصر العراق هي علاقة لها خصوصية لان هذه الدول هي اساس الحضارات العربية عبر التاريخ وهي كانت دينامو السياسة عبر التاريخ العرب فنحن نحرص على العلاقة مع مصر بكل تأكيد حتى خلال وجود الاخواني مرسي كرئيس لمصر وكل اساءاته لسوريا لم نحاول ان نسيء لمصر لم يكن حديث الاسد هو التواصل غير المباشر اليتيم بين سوريا ومصر قبل زيارة الوفد الامني السوري للقاهرة حيث يعتبر البعض ظهور وزير الخارجية السوري وليد المعلم على التلفزيون المصري ومن قبله في مقابلة اجرتها احدى الصحف المصرية معه يأتي في سياق هذا التواصل سوريا التي كانت دائما تحمل الهم العربي وتدافع عنه يجب ان يوجه الى مصر والسعودية لماذا ابتعدوا عن سوريا الملف السوري في حاضرة ام الدنيا لم يكن فقط موضع مباحثات الوفد السوري الامني مع الجهات المصرية المعنية وانما كان على اجندة اجتماعات الجامعة العربية في جلسة خاصة حضرها المبعوث الامامي الى سوريا ستيفن ديمستورا دولة الامارات العربية المتحدة التي تترأس الدورة الحالية للجامعة دعت في مستهل الاجتماعات الى ضرورة التوصل لحل سياسي يحرر سوريا من بارات الارهاب ويقف نزيف هجرة ابنائها الى اسقاع الارض كافة وبين منصة الجامعة العربية واللقاءات الامنية بعيدا عن كاميرات الاعلام يأتي تساؤل مشروع يطرحه مراقبون حول ما تحمله المحروسة في جعبتها قريبا لأزمة نالت من اللقاءات والمباحثات الدولية حصة الاسد خلال السنوات الاربعات الماضية معنا هنا في الاستاذ عبدالله حمودة الكاتب المحلل السياسي والاستاذ عبدالرهاب بدرخان الكاتب المحلل السياسي والصحفي ايضا وسينضم الينا عبر الهاتف من دمشق شريف شحادة عضو مجلس الشعب السوري أهلا ومرحبا ضيوفي جميعا في البداية أبدأ مع أستاذ عبدالرهاب بدرخان أولا ما تفسيرك لما يحدث هل هناك إعادة علاقات ستصبح ربما معلنة ورسمية ما بين النظام في سوريا ومصر يعني التفسير الوحيد هو أن موقف مصر كان دائما مختلفا عن موقف الخليجي أو مواقف الدول التي ساندت السورة السورية وحافظت الدولتان على حد أدنى من العلاقات خصوصا على مستوى الأجهزة الأمنية وحتى السفارة المصرية في دمشق لم تخلوا من الدبلوماسيين المصريين طوال الأزمة وبنفس الوقت هناك التقارب المصري الروسي وكان هذا التقارب هو الذي أدى مثلا إلى زيارة علي المملوك إلى السعودية بترتيب روسي وبحضور روسي وبالتالي ليس الزيارة لمصر لا أعتبرها مستغربة إنما أعتبرها مزيد من التدفئة للعلاقة وأيضا تتزامن مع تصريحات حتى للرئيس السيسي يعني يعرف فيها عن مواقف لا تتفق تماما مع المواقف الخليجي بالنسبة إلى الحل المنشود في سوريا إذن مصر متميزة عن المواقف الأخرى وبنفس الوقت تريد أن يكون لها علاقة متواصلة مع النظام السؤال طبعا الذي يطرح نفسه استطراضا هو هل مصر لديها دور وإذا كان لديها دور كيف تعبر عنه وكيف سنراه مستقبلا لأنه حتى الآن كل المؤشرات لا تقول بأن مصر لديها دور الدوران الوحيدان الواضحان إيران وروسيا كيف يمكن لمصر أن توفق مع هزين الدورين هذا سؤال أنا أصادره الأساد عبدالله حمودة بأن مصر بسبب ثورتين مرت بهم أبعدها تقريبا عن التأثر والتأثير الإقليمي في دول الجوار لكن الحالة السورية حالة لها خصوصية والعلاقة المصرية السورية أيضا لها خصوصية شهدت مدا وجزرا وجذبا وإذا ما هناك الآن هل مصر ممكن أن تلقي بظلالها على حل ربما يلوح بالأفق لحل سياسي في سوريا يعني دعني أسرد مجموعة من النقاط في توالي أولا العلاقة بين مصر وسوريا هي علاقة قريبة جدا وحميمة جدا ولها أبعاد تتعلق هل تقصد على المستوى الرسمي؟ لا أنا أتكلم على المستوى الشعبين وعلى مستوى الدولتين يعني هناك روابط نشأت منذ عهد الوحدة بين القطرين وما زالت مستمرة وربما يصفها البعض بأنها رؤية رومانسية لكنها لها أثار في النفوس على الجانبين مصر من حيث الرؤية الاستراتيجية ترى ما يجري في سوريا هو جزء من عملية تفكيك منطقة الشرق الأوسط وبعد ما جرى في العراق مصر ترى أن هدم الدولة السورية لن يكون لمصلحة أحد حتى أولئك الذين يساعدون المعارضة المسلحة ضد النظام مصر خلال فترة عهد مبارك تراجعت كثيرا في الاطلاع بدورها الإقليمي وكانت تمشي في ركاب السياسة الأمريكية في كل شيء ولا تتحرك إلا من خلال توجهات السياسة الأمريكية الآن مصر تتحرك من خلال رؤية مصرية ذات بعد عربي واضح هل من الممكن أن تقبل مصر في الأسد مرة أخرى؟ لا أحصل للنقطة دي بس أنا أريد أن الرؤية المصرية ذات بعد عربي مهم تأخذ بعين الاعتبار أن هدم الدول لا يجوز ولكن إصلاح وتعديل وتغيير نظم الحكم فيها ممكن من جانب شعبها وبمساعدة عربية ولا يجب أن تكون الخلافات العربية العربية سببا لتدخلات عربية في إطار سياسات أجنبية أساسا لهدم دول عربية لأن كل دولة يجب أن تعلم وهي تحاول أن تهدم دولة ما أنها قد يأتي الدور عليها قريبا هذا أمر شديد للوضوح والخطور مصر تعي هذا تماما وتجتهد في الحدود التي تسمح به ظروفها الصعبة حاليا وهي تعمل على تأمين البلاد وتطورها اقتصاديا وإعداد بنية سياسية تستطيع الاستشراف بها نحو المستقبل أولا تعبر عن مواقفها وفي إطار تحلفاتها العربية لا تخجل من التعبير عن هذا الموقف ولا تشارك في أي شيء ترى أنه يضر بالرؤية السابتة لديها رغم كلام الأسد في لقائه مع قناة المنار بأن العلاقات حتى في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي لن تنقطع يقصد هنا الشق الأمني هنا وأيضا في عهد السيسي هل تعتقدون أن قبول مصر بالأسد مرة أخرى بعدما أنت تعرف أنهم قطعوا العلاقات دبلوماسية وسحو السفراء ممكن أن تؤثر على المعادلة الإقليمية ككل نحو المعارضة نحو الخليج أنا لا أعرف إذا كانت مصر يهمها أن تعمل مع رئيس بالفعل فقد شرعيته يعني عمليا فقد شرعيته وكل التقييمات بما في ذلك التقييمات التي تريد أن تكون يعني أقرب إلى قبول الأسد تعرف بأنه بأن نظامه لم يعود قادرا على قيادة البلد إلى استقرار لا أعتقد بأن مصر تعي ذلك وإنما لديها اعتبارات منها ما ذكرها الأستاذ عبدالله حمودة ومنها أيضا أن تريد ربما مصر أن تدخل إلى الجانب الآخر بمعنى أنها لا تريد أن تعزل نفسها اليوم حتى كل المناويين للأسد في الجانب العربي لا أحد لديه تأثير عليه ربما من مصلحة العرب أن يكون لمصر إمكانية للدخول إلى النظام وإمكانية إيصال كلام إلى النظام عربي بأنه ربما القول له بأنه بالغ في المسألة الإيرانية وأنه يجب أن لا ينسى مستقبلا أن هذا البلد عربي وأن هذا البلد يجب أن يبقى عربيا الجيد في الموقف المصري دائما أنه كان يذكر بأنه يريد مكافحة تفتيت سوريا وتقسيم سوريا ولكن مكافحة هذا التقسيم في الوقت الذي يبدو أن إيران تعمل له بقوة وبشدة يجب أن يكون الدول المصري أكثر فعالية يجب أن نرى شيئا أمامنا لكن يبدو أن المشترك سيد عبد الهبادر خان بين النظام المصري وسوريا الآن في قضية مشتركة تشغل البلد الكثيرين وهي قضية مكافحة الأرهاب بذلك أن كل التصريحات الرسمية المسربة وغير المسربة يعني ركزت على هذه المسألة بأن التفاهم بينهما هو فيما يتعلق بمكافحة الأرهاب والمتطرفين وشماذا قبيل لكن الآن سيدة عبدالله حمودة كيف ممكن أو ما هو شكل نصحة تعبير التفاهم المصري السوري بحيث لا يغضب دول الخليج أنت تعرف بأن المملكة العربية السعودية صح بأنها استقبلت علي مملوك اعترفت بذلك على مضاد وشيء من هذا القبيل لكن أنت تعرف أنها لا تقبل بالأسد لا تقبل بالنظام تقبل فقط بمشتركة فيما يتعلق بالحفاظ على مؤسسات الدولة والمؤسسات وشيء من هذا القبيل يعني هناك تباين في الرؤى بين مصر وبين دول خليجية وهناك دول خليجية تتبنى نفس الرؤية المصرية وكان هذا موضع جدل في بعض أجهزة الإعلام التي تنطلق من رؤية نسميها ضيقة عيب نسميها محددة نسميها ما شئت يعني رؤى مختلفة لهذا أنا شايف أن تباين الرؤى مفيد ما تفضل به الأستاذ عبد الوهاب أنه ربما تكون الرؤية المصرية تهدف إلى العمل خلق قناة للتواصل مع الأسد من أجل محاولة العديل ورحة لكن هناك تصريحات نقلتها الأخبار عن مسؤولين سوريين نقلوا عن مسؤولين مصريين قولهم بأن عدونا واحد وهو الإخوان المسلمين العدو الواحد لا يعني العدو ليس الإخوان كأشخاص الإخوان كفكر كتنظيم كسياسة والصديق والحليف هو سوريا ليس بالضرورة شخص الرئيس مشكلة العرب هي شخصنة المسائل في شخص ببشر تنظيم الإخوان على فكرة في سوريا تواجده محدود جدا جدا ولا يذكر حتى على مشهد العسكري يعني هو مع تنامي جبهة النصرة وداعش أصبح أي واحد يحصف نفسه بالاعتدال يأما يدخل معهم صراحة يأما يقول أنا مش موجود يعني وهناك تنظيمات سوريا عادية لا تنتمي للتعار بالمناسبة لماذا لا تكون مثل هكذا لقاءات لماذا لا تكون علنية وصريحة على البحر بدل من التسريبات هنا وهنا حلاص يعني اللي حصل في مصر أعلن عنه يعني وكتبت جرائد عنه وراح وافد إعلامي إلى سوريا نحن ما عرفنا والله ألم للأخبار اللبنانية فقط يعني لم هناك حاجة يعني عند زيارات المسؤولين الأمنين لا يتم الإعلان عنها لكن زيارات المسؤولين السياسيين يتم الإعلان عنها وهناك تصريحات متبادلة سميها غزل سميها فتح خطوط من المعلم ومن مسؤولين مصريين ومن الجامعة العربية تشير وهو مقالات كتبت في مصر يعني لا تبعد كثيرا عن الموقف المؤسسي لاحظنا أيضا ساعبد وهاب أنه ظهور وليد المعلم لأول مرة منذ خمس سنوات على تلفزيون مصري وهو زميلة خالة النهار يبدو لأنه اللقاء الذي حدث مع المسؤولين الأمنين كان مثل تقاب يعني قبل شهر حوالي سبع أو ثمان أيام اللقاء المعلم كان بعد هذا اللقاء مما يعني بأن هناك تفاهم ما قد حدث هل هناك بعض الشر كما قالت العرب أهوا من بعض أو بعض الإرهابي أهوا من بعض يعني مثلا النظام السوري متهم بجرائم حرب بقتل بتدمير أيضا تظيمات الإرهابية التي يريدون أيضا محاربتها فقاسوا هذا الشر بهذا الشر فاختاروا الشر الأخف يعني بالنسبة لمصر يعني أعتقد لا أعتقد بأن مسألة الإرهاب اليوم صارت مجرد زريعة لتبرير سياسات من دون شك أن مصر تكافح لإرهاب لديها إرهاب وتكافحه وتعاني منه بالنسبة إلى سوريا هناك أيضا إرهاب كلنا نعرف مهويته هناك تحالف دولي يحارب هذا الإرهاب أما الإرهاب الآخر الذي يتحدث عنه النظام فهو يتحدث عنه منذ أواخر 2011 وهذا غير صحيح وهذا ما يخشى أن يعني تنقاض كل الدول المعنية اليوم بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية أن تنقاض إلى هذا المفهوم الذي روجهه النظام لأنه غير صحيح يعني حتى روسيا في تبرير تحركاتها الأخيرة تتحدث عن الإرهاب وهذا عنوان أنه يبرر ويعطي شرعية للتحرك ولكن فعليا على الأرض ماذا فعلت سوريا ماذا فعلت روسيا بدأت بمساعدة النظام على القصف في دومة بدأت تظهر في مناطق النظام فيها يعاني بعض الصعوبات في العسكرية إذن عادت روسيا إلى المنطق الإيراني وأنه يجب القضاء على المعارضة السورية أولا ثم الكفاء إلى حرب نقطة أن الحديث المصري السوري يركز حتى الوفد المصري وأبلغ الوفد السوري بأن مصر مصرع لا تؤمن بالحل العسكري ولا بالحسم العسكري وهم يصرون على الحل السياسي يعني اتساق مع الموقف الدولية لكن بالمقابل هناك مقابلة للأسد قبل حوالي 25 يوم بالضبط أو شهر من الآن قال في حديثه بأن الحل السياسي وهم ولا بد من حل وحسم عسكري هل هذا بأننا نركضه وراء سرعب وباختصار شديد سرعب أنا لا أعتقد أن الأسد في أعماقه يؤمن بأن هناك حسم عسكري بعد أربع سنوات وأكثر من القتال بهذا الشكل وبعد تدخل قوى إقليمية وما وراء الإقليمية بالدعم بالمشاركة بأشكال مختلفة أنا أعتقد أن هذا الكلام هو نوع من الوضع حد أدنى أو سقف قبل الدخول إلى قاعدة مفاوضات وسوريا أعربت عن مرات عديدة عن قابلها لمبدأ المفاوضات ترى أن علي مملوك في دول عربية أخرى سيد عبدوهاب تتوقع ذلك؟ يعني هو يلقب أبو أيهم كل شيء ممكن خصوصا أن الأجهزة الأجهزة لا تقطع تسرطها ببعض هذا معروف شكرا جزيلا لكم سعب وابدر خان الكاتب والصحفي شكرا جزيلا لكم وشكرا لكم وصولي سعد الله حمودة شرفتنا اليوم بالحديث عن هذا المحور نذهب لفاصل قصير مشاهدنا الكرام ونتابع بعده تدخل الدب الروسي في سوريا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر